جوهر مشروعنا كان جمعية تونسية للنساء الديمقراطية هو يعارض الحكومة ويعارض خيارات الدولة التونسية وقتها اللي هي كانت خيارات في الظاهر مع حقوق النساء لكن في الواقع الملموس ما تحترمش الحقوق النساء وما تخليش جمعية تتكلم على العنفة ذلك تتكلم على مؤسسات الدولة اللي ما عايش قايمة بواجبها اللي فاها محسوبية اللي فاها رسوة اللي فاها قاهر للمواطن كي تتكلم عليها تولي مستهدف كجمعية معنته هما يلفوا لي بياندونو في البلاد لكن مش باش نقولوا الخطابة متاعنا مش في بالهم النجم ونكونوا احنا صورة لتلميع وجه تونس في المحافل الدولية كيفما النظام كان قاعد يحاول يستغل مسألة النساء في المحافل الدولية لكن احنا جينا باش نقولوا ليه راهم مش صحيح صحيح كان عنا العديد من المكاسب نسبتين للدول الأخرى لكن ما عناش المساوات بعد يسرع المساوات وجينا باش نقولوا راهو المساوات مش ممكن تتحقق في ظل الدكتاتورية وفي ظل القمع وراهو الفضاء العام والخاص مرتبط وراهو فوالعديد من التغييرات اللي تصير وعلى هذا كانت تتحقق مع الناس ويعتقد أنها كانت تتحقق من بداية التسعينات واللي هي بداية وجه الدكتاتورية واللي اوضح بصفة واضحة لقاحة حملية القمع وقتها اللي طالت الاسلاميين وطالت اليسار وطالت كل من الدخلين كل من يجرؤ ان يقول لحلفهم ووقتها بداية ومن وقتها معنتها الاوتونومي والات هي معارضة ما عادتش استقلالية والات معارضة على أساس التمسك بالمعنتها حقوق النساء بالمساوات بعدم التمييز والتمسك بحقوق الانسان بصفة عامة